قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي أن الدولة تبذل جهوداً للاستفادة من الثروات المعدنية على نحو الأمس الاقتصادياً خاصة خامي الرمال البيضاء والكوارتز وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروات المعدنية وخلال اجتماع لبحث فرص تعظيم الاستفادة من الثروات تعدينية في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفاً بالعمل على إعداد دراسة متكاملة بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولتية كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون المعدني بالعالمين الجديدة